السلام عليكم في هذا الفيديو سأوضح كيفية تسجيل المحاضرات في البداية ممكن أن نستعين ببرنامج حتى أنه نسجل بلاحظات سواء كان في Google Meet أو Zoom أو أي برنامج آخر ممكن طبعا نستعمل برنامج اسمه OPS Studio طبعا هذا برنامج مجاني ما تحتاج إلى أي تفعيل أو أي شيء من هذا الكلام لكن ليس هذا معناه بأنه برنامج سيء هذا البرنامج هو مجاني لكن رغم ذلك هو أقوى من أي برنامج مدفوع آخر فبالتالي مجرد أن تكتب OPS Studio يظهر لك طبعا أول خيار وممكن تضغط هذا الخيار مثلا وبعدها تختار نظام اللي أنت تعمل عليه أنا أعمل عن Windows وبالتالي أختار نظام Windows مباشرة مفروض بأنه سيتم التحميل طبعا أنا حملت هذا ملف التنصيب حتى أنه نختصر الوقت أو طبعا مباشرة ممكن بأنه تضغط على Download من هذا المكان أيضا مباشرة مفروض ينقل لك إلى هذه النافذة طبعا تختار خيارات التحميل أو التنصيب فببساطة ممكن تضغط على Download Installer لو أنت كنت تعمل على 32 بيت فبالتالي مفروض بأنه تضغط على هذا الخيار حتى أنه تنصب النسخة الخاصة بـ 32 بيت طبعا إذا ما كنت تعرف كيف يتميز ما بين 64 و 32 أو ما كنت تعرف حاسبتك وبالتالي مجرد أنه تذهب إلى This PC و Properties تشوف بأنه بهذا المكان يعطيك System Tape اللي هو 64 بيت Operating System طيب نفترض بأنه حاليا حملنا ملف التنصيب هذا هو الملف ممكن أنه تشوفه بهذا المكان مجرد أنه تضغط عليه تضغط Yes بعدها تضغط Next طبعا برنامج جدا خفيف وبسيط وأنا يطلب أنك مكان تنصيب البرنامج فأنا سأترك المكان الافتراضي اللي هو C Program File Ops Studio نضغط على Install ممكن أنه أضغط على Finish ومباشرة سيفتح للبرنامج تلاحظ بأنه أول ما فتحنا البرنامج ظهرت لهذه النافذة هذه حتى أنه يعمل Configuration أو Optimization بالإعدادات اللي أنت تريده هل أنه أنت ستستعمل البرنامج لغرض Streaming أو Recording طبعا ستريمينج هو البث من الباشرة سواء كان بالألعاب أو اليوتيوب أو من هذا الكلام بالنسبة أنه سنستعمل أكيد للRecording فممكن بأنه أضغط هذا الخيار حتى أنه يضبط بعض الإعدادات ويخصصها للRecording وأكيد كل هذه الإعدادات ممكن فيما بعد بأنه تتلاعب بها نضغط على Next هنا يطلب مني Resolution اللي ممكن يصور بي الفيديو فأنا ستركه بي Current Resolution Resolution الحالي فدقة الشاشة الحالية اللي أنا أعمل عليها هو Full HD 1920x1080 ممكن أتركه بيها بس الدقة هنا طبعا ل Frame Per Second كم إطار في الثانية الواحدة تريد أنه تسجل بي فيديو فبالتالي أنا أتصور بأنه 30 Frame Per Second جدا كافي أضغط على Next شو بي أنه هذه الإعدادات الإفتراضية التي سيضعها لي وبالتالي Apply Setting بهذا الشكل بما أنه حاليا تظهر لشاشة Soda معناها بأنه الإعدادات غير مضبوطة معناها أنه حاليا ما عندي أي Source حتى أنه أسجله فبالتالي بهذا المكان شوف بي أنه عندي Sources من هذا المكان ممكن نضغط على علامة الإضافة ونقوم بإضافة Source معين فبالنسبة لنا بكل بساطة نحن نحتاج فقط إلى Display Capture Display Capture حتى أنه يصور السكرين أو شاشة الحاسبة لأنه إحنا نريد نصور المحاضرات طبعا هنا ممكن تعطي اسم للسكرين وممكن أنه أتركها باسمها الإفتراضي وضغط على OK بما أنه ظهر لي بهذه الصورة فمعناها بأنه حاليا كل شيء تمام طيب حاليا بالنسبة لهذه السكرين ويعطيني دقتها هنا خيار ممكن أنه Capture Cursor اللي هو المؤشر هذا يظهر أو أنه تريد ما يظهر فحسب أنت اللي تختار بعد أن تضغط على OK فحاليا كل شيء تمام ممكن بأنه سجل الفيديوهات لكن ممكن أنه نضبط في البداية بعض الإعدادات يعني من الفايل نختار Sitting أو طاعة ممكن مباشرة من هذا المكان نختار Sitting شوف بنا فتحتنا هذه النافذة طبعا هذه اللانجووج الإنجليزية طبعا لغة التطبيق هي الإنجليزية لأسف ما يتوفى بلغة العربية وأتصور بأنه الواجهات بسيطة هي طبعا هذا هو ال Theme ممكن تختار أي Theme أنت تريده على سبيل مثال هذا غيرت ال Theme طبعا الأدادات البقية ممكن تتركها بشكل إفتراضي بالنسبة لل Output هذا يهمنا أيضا ممكن حاليا بهذا المكان تشوف بأنه Recording Path أنه أنت تسجل فيديو طيب أين ستجد هذا الفيديو تلقائيا هو سيخزن الفيديوات المسجلة بملف الفيديو الخاص بك يعني المفروض بأنه بهذا الملف طيب لو تريد أنه تغيره ممكن تختار Browse وتختار أي مكان آخر أنت تريده لو انتقل حاليا للفيديو تشوف بأنه هذه أدادات الفيديو الافتراضية اللي وضعها اللي هي 30 فهي وهذه Resolution Full HD حاليا لو ننتقل إلى Advanced نشوف بأنه هذا هو File Name Formatting هذا مهم جدا أنه اسم الملف اللي سيسمي به الفيديو يعني فبالتالي ممكن أنه تضع بأي اسم طبعا حاليا هو ممكن يسمي به السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية يعني حاليا لو أضغط على Start Recording بهذه الصورة حاليا أنا أسجل الفيديو تلاحظ بأنه هذا هو التوقيت موجود عندي حاليا لو أضغط على Stop Recording المفروض بأنه حاليا خزن الفيديو فلو تذهب إلى الفيديو نشوف بأنه هذا هو الفيديو اللي يصونا حاليا أنا أسجل الفيديو تلاحظ بأنه هذا هو التوقيت موجود عندي أوكي فتلاحظ بأنه اسم هذا الفيديو هو السنة الشهر اليوم بعد الساعات الدقائق الثواني أنا ما أريد أنه تكون بهذه الصورة لأنه الاسم مزعج فممكن بأنه تغير الاسم كيف هذا الشيء ممكن بهذا المكان تعطي اسم على سنة مثال P فلو أعطيت مثلا حرف P هو سيسمي الفيديو باسم P طيب لو سجلت فيديو ثاني فكيف سيعطي اسمه ممكن أنه يعطي مثلا P1 P2 P3 هذا الشيء طبعا هو يسجله فأنت ما تهتم لهذا الموضوع هو المفروض يتكفل بهذا الشيء لو أضغط على Apply ومن ثم OK حاليا لو أسجل فيديو أوكي حاليا نسجل فيديو ومن ثم نوقفه لو نرجع مرة ثانية شوف بأنه اسم الفيديو هو P طيب حاليا لو أسجل فيديو ثاني إذا Start Recording مرة أخرى ومن ثم Stop Recording نرجع مرة ثانية نشوف بأنه الفيديو الثاني صار اسمه P2 فممكن بهذه الصورة أنا أصور يعني أوضح بالنسبة إلي P1 P2 أفضل من أن يكون الاسم بي الساعات والأيام والدقائق وهذه الأمور كذلك نقطة أخرى لو تلاحظ بأنه هذا الفيديو اللي سجله هو في الProperties نشوف بهذا المكان Tape of File اللي هو MKV File طيب هذا الفورمات الخاص بالفيديو هو يكون MKV ممكن طبعا أنه أنت تسجل فيديوهاتك مباشرة بامتداد مثلا MP4 فلو نذهب مرة ثانية للSettings وننتقل Output بهذا المكان تشوف Recording Format فتشوف بأنه هو MKV ممكن أنه تغيره إلى MP4 طبعا حاليا ممكن يعطيك تحذير بأنه إذا سجلت الفيديو مباشرة بالMP4 وعلى سيء مثال مثلا انفصل التيار الكهربائي من الحاسبة أو أنه توقف التسجيل لأي سبب كان فممكن بأنه أنت تفقد الفيديو بينما لو وضعت مثلا بالMKV فمعناها هي صيغة غير نهائية فما ممكن بأنه تفقد الفيديو أنا حاليا ما أهتم لهذا التحذير أضغط على Apply ومن ثم ممكن أضغط على OK لكن قبلها خطوة أخيرة ممكن نذهب إلى Hotkey بهذا المكان ومن ثم ننشئ اختصارات من نسبة لي Recording فبالتالي سيء مثال بهذا المكان حتى أنه أبدأ التسجيل ممكن أضع اختصار F10 نفس الحالة بالنسبة لي Stop Recording بينما إذا أريد أوقف التسجيل بشكل مؤقت ممكن أستخدم F9 أنا متعود على هذه الاختصارات طبعا نضغط على Apply ومن ثم نضغط على OK طيب حاليا البرنامج مفتوح لو أريد أنه أسجل ببساطة مجرد أنه أضغط على F10 شوف بأنه حاليا يتم التسجيل لو أريد بأنه أوقف بشكل مؤقت أستخدم F9 تلاحظ بأنه حاليا تم إيقافه بشكل مؤقت مرة ثانية F9 أرجع أنه أسجل ولو أريد بأنه أنهي التسجيل نهائيا أستخدم F10 مرة أخرى كذلك ممكن أنه بهذا المكان طرعا هو مبدئيا سيكون علامة OPS Studio بهذا المكان فممكن أنه تسحب وتضعها بهذه الصورة حتى أنه أنت عندما تكون مثلا على الشاشة وتريد تسجل بهذه الصورة تظهر لك العلامة فحاليا أنت تسجل لأنه هذه علامة التسجيل لو أضغط حاليا على F9 شوف بأنه حاليا متوقف مؤقت فهذه علامات ممكن يساعدك بأنه أنت تسجل حاليا أو لا نقطة أخيرة جدا جدا مهمة أثناء تسجيل محاضرات على سبيل مثال أنت تسجل محاضرة أنت كطالب وليس كأستاذ مثلا فتلاحظ بأنه هناك نوعين من الأصوات هذه مهمة أنا عندي الديسكتوب أوديو وعندي كذلك المايك فحاليا الديسكتوب أوديو هذا الصوت اللي يظهر من الديسكتوب اللي هو صوت الأستاذ اللي أنت تريد تسجله فتأكد بأنه هذا ما تقفله بهذا الشكل إذن هذا ضروري بأنه يكون موجود لكن بالنسبة لصوتك يفضل بأنه تقفله حتى أنه ما يظهر صوتك أو كلامك أثناء يعني حتى لو تكلمت أثناء المحاضرة ما يظهر صوتك أثناء التسجيل مجرد أنه يظهر صوت الأستاذ أتمنى يكون الفيديو واضح تقفifique تقفل